في محاولة لاستكمال تغولها السياسي والأمني والاقتصادي وضمن مساعيها للاحتمام من العقوبات الأمريكية لجأت ميليشيات الحجد لعقد شراكة مع الصين حيث وقع شركة المهندس التابعة لهيئة ميليشيات الحجد مذكرة وصفت بواسعة النطاق مع شركة البناء الصينية CMIC وهم اعتبره مراقبون مسعى جديدا للتعزيز قوة الميليشيات المدعومة من إيران داخل الدولة العراقية فضلا عن تأمين مصدر يوفر لها تمويلا قويا من الإيرادات بحسب وكالة رويترز مذكرة التفاهم وقعها رئيس ميليشي الحجد فالح الفياض الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2021 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2019 التي قتل فيها مئات المتظاهرين تمكننا من خلال قرار مجلس الوزراء من إطلاق شركة المهندس العامة اقتصاديون أكدوا من جانبهم أن شركة المهندس التابعة لميليشي الحجد والتي تأسست عام 2022 تعد السنساخ لشركة خاتم الأنبياء الدرع الاقتصادية للحرس التوري الإيراني مبينين أن هذه الشركة ساهمت بشكل مباشر بتعزيز نفوذ الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في العراق وهما يفسر تفوق الميليشيات على قوات الجيش والشرطة واهتمامها بشكل متزايد بالمجال المالي والاقتصادي في توجه يكمل أضلاع قوة الميليشيات السياسية والأمنية الضاربة في العراق المكاتب الاقتصادية للميليشيات في العراق وعلى رغم من ملفات الفساد الكبير المتورطة بها لأنها أصبحت هي المتحكم بالقطاع الاقتصادي عبر السيطرة على منافذ حدودية غير نظامية والمشاركة في عقود عدة الأعمار وفرض الرسوم على الشركات وابتزاز رجال الأعمال والمستثمرين فضلا عن اتخاذ القرارات وعقد الصفقات مع شركات صينية وروسية بعينها تلاقت مصالح هذه الأطراف ضمن مسلسل إصراع النفوذ بين محور الشرقي تمثله موسكو وبكين وتهران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى للسيطرة على مناطق مصادر الطاقة الدولية والتي يمثل العراق أبرزها